اشتركوا في القناة من الله سبحانه وتعالى لكن يتأكد ويكون أفضل في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال فالدعى في السجود أفضل قوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم كذلك الدعاء في الأسحار في آخر الليل قصوصا لمن يقومون بآخر الليل ويختمون قيامهم بالوتر ثم بالاستغفار قال الله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال تعالى والمستغفرين بالأسحار وفي الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هذا كل ليلة في آخر الليل يتحرى الاستغفار والدعاء في هذا الوقت والدعاء في آخر يوم الجمعة أيضا في اليوم الجمعة ساعة ساعة تسمى ساعة الإجابة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يعني يدعو إلا استجيب له كما في الحديث فهناك أوقات مخصصة وفيها زيادة فضل الدعاء في عرفة خير الدعاء دعاء عرفة خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الدعاء في وقت الحاجات ووقت الضرورات الدعاء في رمضان وفي مواسم الخير كل هذه فالحاصل أن الدعاء مفتوح توقيته ولله الحمد في أي وقت يرفع يده ويدعو ربه الحمد لله نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح ورفع ذكركم في الدارين وبارك في علمكم وعملكم وجزاكم عننا وعن أمة الإسلام خير الجزا الشكر أيضا موصول لزملائي في استوديو الطائف الذين رتبوا هذا اللقاء جهدهم مشكور كما يتواصل الشكر لزملائي في استوديو الرياض فريق العمل وهذه تحية من زميلي مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته